ذكرنا أن الثوم وخل الثوم هو بيقوي جهاز المناعة ويرفع جهاز المناعة يعني لما يرفع جهاز المناعة معناته أنا تحصنت من الأمراض الخارج والأمراض الموجودة بالجسم هو مضاد للبكتيريا خل الثوم أيضاً بيخفض السكر الكثير من الناس بيبلع سن الثوم أو فص الثوم بيحكي لك أنه بنزل الضغط معي هاي طريقة خاطئة بسببنا الماد الكبريتية اللي فيه بتسببنا مشاكل بالمعدة لكن إحنا لو أخذنا الثوم عن طريق الخل من ستة لعشر نقاط على كوب من العصير أو كوب من الماء أو حتى صحن الصلطة اللي أنا بدي أتناوله مثلاً لوحدي هذي إن شاء الله إنه مفيدة حتى بتمنعنا من التجلطات الثوم مميع للدم الثوم بيخفض ضغط الدم الثوم بيكافح أمراض اللثة وأمراض اللسان وحتى اللوز اللي بيكون عندهم التهاب باللوزتين أيضاً هو مفيد جداً لقلحة المعدة هذا الثوم اللي انذكر بالقرآن الكريم بصورة البقرة الثوم رائع جداً فوائده جداً عظيمة في منه الخل وفي منه السائل اللي هو ذكرنا إنه الخلو أيضاً البودرة خلي الثوم بيتعارض مع مميعات الدم لأنه هو أصلاً مميع إذا الطبيب معطيني حبة مميع قدرها مثلاً 2 جرام وأنا أجي أعطيك 6 جرام إذن ميعت الدم بشكل رهيب جداً وأثرت على مرضك فبالتالي أنت بدك تلتزمي صديق القلب بيخلصنا من الكوليسترول اللي هي عشبة الزعرور عشبة الزعرور لكن عشبة الزعرور بدك تناوليها لمدة ثلث شهور هاي عشبة طبعاً شجرة بناخذ الأوراق والثمرة منها بتكون ناشفة بناخد ملعقة من مجروشها أو مطحونة نضحها بكوب من الماء بنصب عليها الماء الساخن إن حبينا نحليها بالعسل إذا ما كان عندنا مرض السكر هو خير وفائدة لكن مش هتستفيدي ولا تستفيدوا من هذه العشبة في أسبوعين وثلاث مشكلة العرب ما بيلتزموا لكن إذا عدت للطبيعة رايح تلتزم زمان ما كان في مستشفيات ولا كان في تشخيص ولا كان في أطبة كانوا يعودوا للطبيعة وما كانت عندهم أمراض القلب ما كان عندهم الشلل ما كانت عندها أمراض العصر اللي هي الآن إذن عشبة الزعرور تناولها لمدة ثلث شهور كل يوم من مرة إلى مرتين بناخذ ملعقة بنضحها بكوب الماء بنصب عليها الماء الساخن الساخن لمدة عشر دقائق بنغطيها طبعا عشان الماد الفعالي ماد الطاير بنتناولها مرتين باليوم هذي إن شاء الله إنه مفيدة وحتى للشرين حتى بتحمينا من تجلطات القلب